انحلال الماء بالقهرباء بيقول لي هنا في التفاعل عندي 2H2O 2H2O بالنسبة لي ده اللي هو جزء المية هما يحصل له تحليل كهرباء كلمة تحليل يعني انحلال هي بالضبط يعني نعمل انحلال للمية بالقهرباء هيطلع للقاتي O2 plus 2H2 تلاقي لغاز الأكسوجين وغاز الهايدروجين لو تلاحظ في المعدة ان نسبة أو كمية الغاز اللي خارج الهايدروجين ضعف النسبة أو كمية غاز الهايدروجين لذلك موجود في المعدة 2 قبل الهايدروجين يعني كمية الغاز أو حجم الغاز المتصاعد من الهايدروجين كان ضعف كمية أو حجم غاز الأكسوجين المتصاعد من انحلال الماء طيب احنا عملنا ده كله عن طريق ايه؟ قال لي عن طريق جهاز اسمه فولتاميتر هوفمان فولتاميتر هوفمان الشكل المقابل قدام حضرتك ده هو شكل فولتاميتر هوفمان اللي احنا نقدر نعمل به انحلال الماء ولكن في التجربة اللي فاتت على طول اللي اخدناها لانحلال المية هنبنستخدم فيها بعض الادوات البسيطة للقيام بعملية انحلال المية بدون هذا الجهاز ولكن هذا الجهاز جهاز فولتاميتر هوفمن هو المستخدم في انحلال الماء بالكهرباء طيب اللي يتصاعد غاز الهايدروجين فوق القطب السالب اللي هو المهبط وفي نفس الوقت يتصاعد غاز الاكسوجين فوق القطب الموجب اللي هو المسعد وبالتالي قدرنا نعرف ان جهاز فولتاميتر هوفمن يستخدم في عملية التحليل الكهرباء للماء شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن